السلام عليكم ورحمة الله كنا حبيكم أخواتي الغاليات نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير بعد الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وبإذن الله سيقدم لكم فطائر ملحين كيجي ورائعين وزوينين بزاف بعجينة قطنية ورطبة ستولى إن شاء الله معتمدة عندكم للملح وللحلو كذلك بحشوة اقتصادية وبنينة بزاف مع لكم غير تتبعوا معي الفيديو بشوفوا جميع التفاصيل وطريقة ديالة تحضير وما تنساوش اللايك الفيديو والبارتاج مع الأحباء ومع صديق للكم تعمل فائدة على بركة الله لتحضير العجين كنحتاجوا كأسان من الحليب حليب يكون دافئ ممكن نديروا كذل الحليب وكذل الماء وعندي هنا ملعقة اللي هي كبيرة ديال الخميرة الفورية وخميرة الخبز وجوج معلقة اللي هم كبارين ديال سكر سنيدة وواحد ملعقة اللي هي صغيرة من الخل ممكن تستغنوا عليها ولما كانش متوفر عندكم الخل كنخلطوا هاد العناصير هادو وغاد نخلي الخميرة التفاعل هاد نخليها واحد ثلاثة دقيق حتى الخمسة دقيق من بعد نرجعوليها ان شاء الله لما تفاعل ديال الخميرة غاد نوجد عندي هنا ينصف كأس ديال الزيت النباتي وكننضيف عليها ملعقة اللي هي كبيرة ديال الزبدة اللي كندوبها كنضيفها على داك الزيت وغاد نحتاجوها ان شاء الله لعاجين غاد نمر لو نرجعولي الخلص ديالنا هنا كيف كتلاحظو تفاعل ديال الخميرة حسب الحر ديال الجولة كان حال بارد ركتخلي واحدة لخمسة دقائق ولكن الحال سخون غير واحد جوج دقائق ثلاثة صافية غتتفاعل ديال الخميرة وهنا يدك الخالص ديال ما بين الزيت وديك الملعقة اللي هي كبيرة ديال الزبدة كنضيفه منها شوية وكنخليه واحد الربع منها كيف كتلاحظو غاد نخليه الجانب المجر غاد نحتاجو كندخلو هاد الزيت والزبدة مع الخالص كنحاولو هكا نستعمل بابطالب اليداوي عنده هاد البيض ديال البيض غاد نضيفه مع الخلط ديال العجل لانه غاد نحتاجو الصفا للدهن وكنضيفو هاد البيض ديال البيض ما غادش نضيعو فيه واذا دلتوشي فطائر ما بغادوش الدهنهم ممكن تصنعو على هاد البيض ديال البيض او هاد البيضة وغاد نضيفو هاد العلبة ديال لياغورد اي الزبادي هنا هاد الياغورد طبيعي بدون سكر ولكنت غاد نضيفو فطائر يعني بحشوة اللي كتكون حلوة ممكن تضيفو الياغورد او الزبادي بنكهة الفانيلا سوفي كنحاولو نطربو مزيان كندخلو جميع العناصر مع بادياتها سوفي غاد نبقى ونضيفوه في الضقيق والضقيق ضروري يكون نوعية جيدة ويكون منخول كنضيفوه على مراحل عادي ان شاء الله نقول لكم بعد مش حال خدث مني ديال 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 العجل وكنضيفو الملح ملعقة صغيرة غير ممتلئة ديال الملح وكيف تكتلكم من قبل ممكن تتعوضوا واحد لكاس ديال الحليب بالماء ديالو كاس ديال الماء وكاس ديال الحليب حسن متوفر كانت توفر عندكم يعني للحليب ممكن تضيفوه جوشكسان هكذا ديال الحليب يكون افضل ولياغول حتى هو كيعطينا واحد طراوة لهذا الفطائر كي يجيوا طريين وكيبقوا معاكم زوينين سوفي كان بدوها كنضيفوه بالتدريج على مراحل وانتم يعني كتدخلوه داك الدقيق حتى تحصلوا على واحد العجين اللي كتكون طرية ومتمسكة نفس الوقت كيبقوا ديال تشاهدوا معايا غير ما تبداش تلسق في اليد صفي كتكتفوه من اضافة الدقيق ولأول مرة كتشاهد الفيديو جالي كنا حبيها باش تشترك في القناة وتفعل جرام باش تشترك كل جديد الوصفات ان شاء الله وكذلك متدبع ديال عبر الفيسبوك ما تنساو جدوتو متابعة لصفحة باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله صفي هنا كنت تحسس بالعجين كنخدم بيدي كيف كتشاهدو هنا صفي العجين ما غاليش نزيد داك نضيف الدقيق تماسكت معايا وفي نفس الوقت كيف كتشاهدو طرية ورطبة والكيمي ديال الدقيق اللي تبقت لي من 700 جرام هي هادي واحدة ملعقة اللي هي كبيرة اللي تبقت لي من 700 جرام كنشوفو داك الخارس ديال الزيت اللي احتفظنا به مع الزبدة كنضيف منو شوية وكنبدأ ندخلو في العجين يعني كتحاولو تدخلو داك الزيت مزيان والزبدة في العجين كتختمو هاك العجين ديالكو ممكن تستعنو بالعجانة انا بغيت نخدم معاكم هاكا بيدي لما متوفرش على العجانة قادي نخليها ترتاح واحد ثلاثة دقايق من بعد نرجع لها ان شاء الله كنرجع للعجين بعد ما خليتها ترتاح نجيبو داك الزيت اللي تبقى لي كنضيف منو شوية وكنخلي غير شوية للدهن من بعد ان شاء الله ما ندخل هاد الكيميا غادي ندهن بها قبل ما نغضيها بلاستيك غدائي وكنحاول ندخل هاد الكيميا اللي يضفتها الكيميا التانية اللي يضفتها من الزيت والزبدة وصافي كنجيبو واحد الاناء يكون هاكا نقل هاد العجين تم ممكن تخليوها غير في الاناء اللي خدمتو فيه بعد ما كان دهن هاد الاناء من الاسفل بقليل من الزيت الزيت المتبقية كان دهن هاد العجين من الاعلى لما بعد ما كتخمر العجين غادي نغضيها بواحد بلاستيك غدائي باش ما تلتسقش معاه يعني كنحاول يجيبو ديك البلاستيك بكل سهولة كنحاول نغضيوها مزيان بلاستيك غدائي وكننضيف واحد المنديل وغادي نخليو العجين نختامر وغادي نمر باش نحضو الحشو ان شاء الله مقلاد فوقنا اللي كتكون متوسطة كنضيفه جوج معاق اللي هم كبار نحتى ثلاثة ديال زيت نباتية وغادي نضيف هنا عندي صدر ديال الدجاج اللي قطعتو هكا على سوك الطول كيف كتشاهدو لقاق هنا شوية وتقطع كتبقى حسب الرغبة انا كيعجبني نقطع هاد اللادان بهذا الشكل هاد اللادان او صدر ديال دجاج عفوان اللي مضفر عندكم ممكن نضيفه ممكن تخدموه حتى بالكفتة سوف هنا غادي نخلي صدر ديال دجاج يتقلى مع شوية ديال نضيف شوية ديال الملح نخلي وفق اللي كتكون متوسطة كلما اللي كنقلب متوسطة شلتها كقطعتها الى مكعبة اللي هما صغر سوف هنا من بعد ما نضيفه البصلة غادي نحركها وغادي نغطي عليها وغادي نخلي البصلة ديال حتى تنزيل عاد مرجع ما كن بإذن الله ونضيف الاضافات اللي غادي نضيف هم ان شاء الله في هاد الحشوة من بعد ما نزلت هاد الوصلة كيف كتلاحظو مع تحريكو لما لك تبقى واني تطلع عليها باش ما تتحق لكم هن عندي واحد الفلفلة ممكن تدير حتى الجوج الفلفلة هادي كبيرة قطعت تحت هي الى مكعبات اللي هما صغر وعندي هنا واحد الجوج حبات تحت ثلاثة ديال الجزر اللي حكيتهم في الحكاكة وعندي هنا التوابل عندي التحميرة خلق مولي بزار وسكنجبير وشوي ديال ربيع وحتي تجمع اللي هما كبار ندير البقدونس أو تدير ما بين البقدونس والقصبر يعني اللي متوفر عندكم والتوابل الكيميا حسب الحشوة اللي درتوها ندرت مع اللي هما صغاري صافي نخلطو جميع العناصير وغادي نضع لهم الغطاء وغادي نخلي هاد المكونا اللي وطفناهم يطيبو صافي هنا بعد ما مرد تقريبا واحد للعشرة دقائق كل مرة نبقى ونقلبو ونشوفو باش متحقش معنا الحشو هنا ايا غادي ان شاء الله نخلي بيدون الغطاء غادي نضيف الزيتون اللي عندي هنا مقطع لقطع صغيرة زيتون الاخضر ممكن ديول الاسود وممكن كذلك تزيد الحمرة او صفرة اللي متوفر عندكم حشو اقتصادية وقد جبنينا وزوينة بزاف صافي غادي نخليها بيدون غطاء حتى تشرب هاد لبقى فيها شي ما يتبخر وما يبقى يعني الماء في الحشو ضروري صافي هنا من بعد الحشو وان شفيت مزيان في فل تلاحظ من ذا الماء اللي فيها ذا المريقة اللي تطلق الخضراء نخلي جانبا حتى يبرد ونمر العجين كيف تشاهد خمر ولا كان بارد ممكن تضفي شوية الفون دلكم بعد تضفي وكتحط فيه العجين باش تضغي خمر وكيف تلاحظ نحيد البلاستيك بكل سهولة غير دهنها بالزيت بسم الله هنا نحاول نخرج الهواء اللي تشكل في العجين ولكن تخدم بها الفطاء الحلوين ممكن نضيف واحد للكس ديال الفانيلا سوك الفانيلا ديال 7 قرام أو بودر يعني اضيف واحد رأس من العقاد الفانيلا بودر يعني اللي مطفر عندكم سوف نحاول ان نخرج ذاك الهواء كامل اللي تشكل في العجين ونأخذ العجين ديالنا ونحط ها فوق سطح العمل ونقسم القياس هو هذا يعني الحجم اللي شدت معي الفطاء النبلولة حجم متوسط وقد تديرهم كبار ممكن ديرهم 80 قرام صفي هنا بعد ما نشكل العجين الى كورات هنا اخرجت لي طبع 18 الواحدة ونشكل هك على شكل كورات وهذا العجين ما نحتاج لا دقيق ولا زيت يعني سهلة في الخدمة ديال هكت تعاون بالزال وغادي نخليهم يرتاح وواحد 3 دقايق يعني نبدو بالكورة اللي شكلنا هالنوبل الولا هي اللي نقلصوها ننظر هنا لسطح العمال ونقلصوها كغير بيدنا ممكن نستعنو بالدلاك هنا نجيب الحوش من بعد ما بردات نضيف واحد الكيمية في الوسط واحد يجمع القلي هم كبار وهنا يا غادي نستطيع نلاقي هاد الطرف هاد كيف تلاحظو هنا وهاد الطرف مهم تمنى شاء الله يكون واضح لكم في طريقة ديال التشكل ديال هاد العجين ندلوهم على شكل متلت بحل بريوات كيجي الشكل ديال هم زويد وتشكل هم كيف ما حبيت واخواتي سوف يكون حطوها في صنية ديال الفون لفرش لها ورق زبدة ما كاش متوفر ممكن تدهن لطا ديال لكم غير بالزيت هنا كنقرص للعجين ديال هكا كنخلي وشوية يعني ما كنقرص وحاش القيقة وكندلو الحشو في الوسط وكنطوي هاد الجنب هاد كيف كتلاحظو بهاد الشكل هذا وكن رض الجنب اللي كان في بالاسفل بهاد الطريقة هاد وكنلقي بنازه وكنحاولو هاك نقرص العجين مزيان باش يتسد وما يتفتحش صف من بعد كننحاول نردو هاك هاد العجين على جانب شبقاش هاك كواقف وكنحطوها في اللطة غادي نزيد معاكم وحده هنا يقرب لكم باش يبلي مزيان خص المبتدي قرصو العجين على شكل دائرة من بعد تديرو الحشوة وكتلقي هاد الطرف اللي كيكون من الاسفل من بعد تردو ذاك الطرف الاخر كتلقي بناتهم هاك وكتحاولو تسدو مزيان تمنى شاء الله تكون طريقة واضحة في الفيديو سهل تشكيل لهم المبتدي غير تبدو النوب اللول غير يسكن بكل سهولة نجيبو تذك الصفر دي البيض نضيفو لي قطرة من الخل وقطرة من الحليب ممكن ديرو غير الحليب وممكن ديرو غير الخل حسب المتوفر عندكم تحاولو تخلطو زيان من بعد قد دهنو للفط الى اعلى غير بشوية هك تستانو بوحد شيتة يعني كتكون العجين تاحد فاش كنخدمو كل واحدة كل مرة قد ندخل هاد الكيمية هاد ندخل هاد الفران لكي يكون سخون كننشعلو الفران دي نغيم الاسفل حتى يطيبو من بعد كنشعلو لهم الاعلى بش يتحمروا وهنا بعد ما كيخرجوا ممكن ديرو هاد الخطوة هاد ممكن تستغنو عليها عندي هنا الزب المدابة كندهنهم من الاعلى بعد ما كندهنهم مزيان كنشهم شوية دي البقدونيس كي بقى اختياري وهنا بعد ما دهنتهم ورشيتهم بهذا البقدونيس غد نرضي لهم واحد المين دي وغد نخلي دي كسخون يترجع معهم كتحصل لواحد الفطائل يكون رطبين وزوين يعني قطي هاد واحد دقائق باش ترجع معهم شوية دي الكسخونية وقد تقدموهم سخونية بالصحة والراحة كنتحصل على فطائر يجي ورطبين قطنيين كي بكتلاحظوا هاد نقسم لكم واحد بسم الله ولي بغا تزينهم بسيم سيم او بحب رشاد او حب السوداء ممكن فاش تدهنهم في النوبل او لبال صفا دي البيض كاتر فلحشو نسيت ما تكرتش لكم وكنشكركم على المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله وحفظه مع السلامة